تحت رعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي تم افتتاح فعاليات مؤتمر التعليم الافتراضي للجامعات 195 الدولي نعم يعد المؤتمر أحد أكبر المؤتمرات المختصة بالتعليم العالي والفني والمهني على مستوى العالم حيث حضر حفل الافتتاح نخبة من الوزراء ورؤساء الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية والخبراء والمهتمين من دول متعددة قد ألقى سعادة وزير التربية والتعليم كلمة أشاد فيها بالجهود المبذولة لتنظيم هذا المؤتمر التعليمي المهم الذي يشهد مشاركة 195 جامعة ومعهدا مهنيا على مستوى العالم أشار الوزير إلى تعظم الدور الذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي والفني والمهني في الاقتصاد والتنمية إذ باتت المسؤولية الملقاة على عاتقها أكبر من السابق في تزويد قطعات الدولة وسوق العمل بخرجين دوي كفاءة عالية أكد الوزير أن مملكة البحرين قد أدركت أهمية الاستثمار في التعليم العالي فسعت إلى تقديم التسهيلات المشجعة على افتتاح جامعات وطنية جديدة أو فروعا لجامعات أجنبية مربوقة وضيفا أن المملكة تولي أهمية بالغة بالتعليم الفني والمهني واستعرض الوزير جهود المملكة لاستدامة التعليم خلال جائحة كورونا والتي شملت القطاع التعليمي بأكمله بما في ذلك التعليم العالي والفني والمهني من خلال تطبيق التعلم الإلكتروني من جانبها ألقت الشيخ نورة بن خليفة الخليفة رئيس مجلس إدارة شركة ميتبوينت كلمة أكدت فيها أن هذا المؤتمر الافتراضي العالمي يمثل ملتقا كبيرا لتبادل الخبرات والتجارب البارزة على الصعيد الدولي ومنصة نموذجية تعين الطلبة من جميع القرات على رسم مساراتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية هذا المؤتمر يكتسب أهمية من خلال المواضيع مدرجة على جدوى الأعماله في الواقع وزارة التربية والتعليم ولله الحمد وبدعم من قيادتنا الحكيمة يحفظها الله ويرعاها وفرت التعليم في كافة مراحله المختلفة حتى على مستوى التعليم العالي في ظل هذه الجائحة ومن ذلك موضوع التعليم الفني والمهني نحن في وزارة التربية والتعليم خصصنا قناة خاصة للتعليم الفني والمهني وأيضا الفترة العملية روعيت بشكل يضمن سلامة الطلبة وأيضا استمرار التقديم مثل هذه الخدمة التعليم الفني والمهني كان له دور كبير في مسيرة التعليمية كما يعلم الجميع بأن مملكة البحرين اهتمت بهذا النوع من فترة الثلاثينات نحن في هذا المؤتمر نسعى إلى الاستفادة من أفضل التجارب والأرفكار والأراء في كيفية تطوير هذا التعليم حتى لو استمرت الجائحة لفترة لأن نحن نعتقد أن همية التحضير المسبق يكون له نتائج كبيرة جدا على مستوى الخرجيين ترجمة نانسي قنقر